قلة النوم يمكن أن تسبب عدداً من الأثار الجانبية الخطيرة فهناك العديد من الأثار الناتجة على قلة النوم مثل الشعور بالغضب والتأثير السلبي على الذاكرة والتأثير على الوزن والصحة بشكل عام تفاصيل مع المختصف الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالل حذر بروفيسور بريطاني من جامعة كاليفورنيا من الآثار السيئة لقلة النوم على صحة الإنسان في المجتمعات التي تستخدم الأجهزة الذكية لافتاً إلى أن النوم لعدة ساعات غير كافية يمكن أن يعرض الإنسان للإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض القاتلة وتختلف الآراء في عدد الساعات اللازمة للنوم فهناك من يقول أنه كلما تقدم الشخص بالسن قلت حاجته للنوم لكن في الواقع إذا كان عمرك يتراوح ما بين 18 عاماً و60 عاماً فأنت بحاجة إلى 7 ساعات من النوم على الأقل كما أن هناك بعض الأضرار الصحية لقلة النوم بالقدر الكافي أولاً ضعف الجهاز المناعي وزيادة قابلية الجسم للأمراض مثل فرط البدان والسكر وأمراض الأوعية الدموية والجلطات وحتى الاكتئاب ثانياً ضعف الذاكرة وعدم قدرة الدماغ على حفظ الذكريات الجديدة ثالثاً زيادة أعراض الشعور بالعصبية أو التوتر أو الاكتئاب رابعاً تراجع سرعة الأداة في إنجاز المهمات وتراجع القدرة على السيطرة على المشاعر خامساً عدم النوم بشكل كاف ولو لليلة واحدة يبطئ ردود الفعل وقدرة العقل على الانتباه وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الذكية قبل النوم فإنهم يقومون بإلغاء عملية التحضير اللازمة للنوم التي يحتاجها الدماغ وذلك بتحفيز الجهاز العصبي بفعل الإضاءة الناتج عن شاشات الأجهزة والتنبيهات التي تسبب توتراً وقلقاً للإنسان